5 سنوات على تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وملف الإعمار ما زال يراوح مكانها إذ أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز الـ 15% وسط هذا الدمار والخراب الذي يكس البنى التحتية المهمة والاستراتيجية لم يتحرك أي نائب في الدورة البرلمانية الماضية للدفاع عن مصالح المحافظة والمطالبة بحقوقها 9 أشهر مرت من عمر الدورة البرلمانية الحالية خلال هذه الفترة لم تشهد محافظة نينوى تحرك أي نائب من نوابها عند مناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذاء والتنمية مع بداية تم المليء الشريع العراقي بشكل عام في مختلف المحافظات ومنذ أن بدأت تلوح في الأفق بوادر انتخابات برلمانية مبكرة ترعى عدد من نواب نينوى إلى الركوب على الأحداث في محاولة لتضليل الرأي العام الموصلية وإقناع الأهل بأنهم يعملون لتحقيق برامجهم ووعودهم الانتخابية فقد عامد أحد النواب إلى نشر عدد من مشاريع تبليط الطرق والشوارع على صفحته الشخصية في الفيسبوك مبعينا أن إدرج هذه المشاريع جاء بفضل جهوده المستمرة ومتابعته الحثثة واللافت للأمر أن عددا من المشاريع التي تحدث عنها هي مدرجة من قبل الحكومة المحلية منذ سنوات وكانت بانتظار صرف الأموال المجمدة للمباشرة بها وقسم كبير من مشاريع التبليط ضمن الدائرة الانتخابية التي ترشح عنها هذا النائب ممارسة يرى الأهالي أنها حملة انتخابية سابقة لأوانها محملين بلدية الموصل مسؤولية ذلك وطالبوا الدوائر الخدمية بتحييد عملها عن تدخل النواب وسغلال المال العام للدعاية لأنفسهم هذا سبق لأحداث الانتخابات المزمع إن شاء الله بعد فترة قاصرة جدا تعادل الانتخابات وهذا مشروع انتخابي الواجب من مدير البلدية والجهات المقتصة عدم الإطاعة للنواب في ظل هكذا مشاريع لأنها تعتبر مشاريع للدعاية فقط وهذه المشاريع التي يقومون بإنشاية وهي تابعة فقط للدائرة الانتخابية مشاريع التبليط لم تلقى ترحيبا من قبل الشارع الموصلية الذي يرى أن هناك مشاريع على غرار المطار والمستشفيات والدوائر الحكومية والجسور أولى بإعادة إعمارها من تبليط الشوارع والسبغ الأرصفة التي تعد مشاريع ثانوية كما بيّن الأهالي أن على النائب خدمة المحافظة والمناطق المهمشة وليس منطقة بعينها إذا كان هو نائب في البرمان حتى إذا كانت ضمن الدائرة الانتخابية المفروض يعتمد مثل ما يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنى حدكم حتى يحب لي أخي كما يحب لي نفسه المفروض يعني يشتغلون بشكل عام للمدينة وليس بشكل خاص طبعا المفروض المكانات الشوارع التي دائما نلاحظ بها المطبات والحفار المفروض يكون اهتمام بها بشكل أوسع والمكانات المهدمة العمارات البنوك الاهتمام يكون الاتفاة عليها كذلك محطة القطار طبعا منسية بشكل والمطار هذا قصة أخرى محاولة يقوم بها بعض النواب بدعم من مديري دوائر الخدمية لتغطية على فشلهم وعلى تقصيرهم في آداء واجبهم الذي دفع ثمنه المواطن والمدينة التي سيطر على قرارها السياسي أطراف خارجية عرقلت عملية إعادة الإعمار المواطن المفروض أنه يختار اختيار حقيقي وصريح ونحن قلنا دائما المجرب لا يجرب فنحن المفروض الإنسان المرشح أو النائب إذا ما كان خلال من 2003 باقي لحد هاي اللحظة وفاز بالانتخابات وما قدم شيء ليش نسعة مرة ثانية إلى انتخابه فما قدموا شيء ولا رح يقدرون قدموا شيء إلا إذا كان هناك تغيير إيجابي في عقلية الناس والأمور اللي تخص المواطن يعني أحنا بالدرجة الأساس بالدرجة الأساس هاي المستشفيات اللي إحنا جاي نشوفها على أرض الواقع لا مستشفيات لا تبليط لحد الآن ما لمسنا هذا هذا الشيء وللأسف المواطن بقى يعاني إلى حد هاي اللحظة من جراء أكذوبة أنه انتخبني وأقدم لك إن مشاريع التبليط التي تحدث عنها النواب ليس إلا ذر الرماد على العيون وهي جريمة بحق الأهالي الذين ذاقوا ذرعا بالوعود الزائفة ويشترك مسؤول بلدية الموصل في هذه الجريمة فالبلدية تخلت عن دورها في إجراء مسح للبنية التحتية للطرق وتحديد الأولويات والشوارع والأفرع التي بحاجة للتبليط إضافة إلى أنها لم تعلن عن خطط مشاريعها المستقبلية وبذلك تركت الباب مفتوحا لعدد من الانتهازيين لاستمالة عواطف الناس والضحك على ذقونهم والمباشرة بحملة انتخابية سابقة لأوانها بلدية الموصل يبدو أنها هي الأخرى منشغلة بذر الرماد على العيون ونشر تصاميم لمشاريع مستقبلية ما زالت قيد الإحالة لإيهام الأهالي بأنها ماضية في حملة إعمار إلا أنها حملة زائفة اقتصرت فقط على التبليط وأهملت المشاريع المهمة والاستراتيجية التي ما زالت ترزح تحت الأنقاض ترجمة نانسي قنقر